الحرية والتغيير راهنت على نجاح الإضراب في كسبة الرهان والحديث الآن عن مليونية جديدة وعصيان وكان إضرابا ناجحا بكل المقاييس وكل القطاعات التي وقعت على دفتر الحضور الثوري انتظمت في هذا الإضراب الكبير كل الفئات، كل العاملين، كل الموظفين وكان إضرابا ناجحا تجاوزت 90% في معظم المرافق التي وقعت على دفتر الحضور القطاع المصرفي وبنك السودان المركزي وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية أولى قطاعات الدولة التي استجابت وقفات احتجاجية للمصرفيين صاحبتها شعارات تطالب بمدنية السلطة أمام مقرات البنوك وشركات الاتصالات والوزارات التي استجاب العاملون فيها للإضراب شلال حل على قطاعات أخرى الميناء الجنوبي أكبر الموانئ السودانية في بورت سودان توقفت فيه عمليات مناولة بالكامل وفقا لما نقل عن أحد مسؤولي المحطة السحلية بالميناء الأطباء كذلك معلمون ومراقبوا تصحيح امتحانات الشهادة السودانية أمام قيادة الجيش في الخرطوم قوة الحرية والتغيير يوم الخميس عندها مواكب مليونية لتدعيم مطلب السلطة المدنية امتدى الإضراب العام حتى أدرك التجارة في أسواق نيفاشا وشرع الحرية وسط الخرطوم والسجانة جنوب العاصمة وشهداء في أمدرمان نتحدث عن محال تجارية وشركات كبرى وصيدليات ومشافي مدارس وجامعات أيضا ومكاتب الكهرباء في العاصمة هتفاتهم لا تبارح مكانها وينادي فيهم منادي ثاروا فأضربوا نحن على موعد مع مليونية جديدة يحذر آخر مجلس العسكر استجيبوا تحسبا من عصيان في السودان اشتركوا في القناة